اشتركوا في القناة المعرفة بين الأجيال في دولة الإمارات العربية المتحدة مرحبا بكم في المعهد في جامعة نيويورك أبوظبي المعهد أسس منذ أكثر من 11 أو 12 سنة وهو يعتبر من القيادات المحلية في تكوين المعرفة ونشرها في جامعة نيويورك وفي أبوظبي بكلمكم في البداية عن شركة إمباكتف أبصرت شركة إمباكتف النور وأحب أن في البداية أشكر مؤسسين شركة إمباكتف ندا ميرال بليز مايا لا أرى مايا شكرا لك لازم تذكرونهم لأنهم شركة موجودة وتأسس ديديد بفضل معن موجودين معنا يغيرون أشياء كثير في الإيكو سيستم وفي النظام المختلف الإماراتي لبناء مبادرات مجتمعية يعني بناءة في المجتمع إن شاء الله أبصرت شركة إمباكتف النور منذ أشهر قليلة لتنبثق من حاضنة الأعمال معن الدفعة الخامسة لتكمل وتعزز مسيرة حوار الأجيال بين جيل مؤسسي أو رواد الوطن منبع الحكمة وأصحاب الخبرات الحياتية والعملية الغنية بالتجارب أصحاب الإنجازات والمخزون الثقافي والفكري والتراثي وبين جيل الشباب اليوم المتعطش لدعم مسيرة ومواصلة نهضة وطننا الغالي وتطمح سيدات المؤسسات ندا ميرال ومايا إلى إنشاء منصة مبتكرة تنشأ وتعزز العلاقات التكافلية المؤثرة وروابط تنموية شاملة بين الجيلين ضمن إطار شمولي اجتماعي تنموي واقتصادي قد يسأل البعض ما الذي يحفز هنا على القيام بذلك حسنا نحن نولد جميعا متصلين بالآخرين ونسعى لنتواصل مع الآخر من خلال رواية القصص والمشاهد والنمذجة ومشاركة من نحن وما نفكر فيه وما نشعر به وما دمنا ننبض بالحياة سوف نصنع الحياة تلك هي الخيوط الذهبية التي تجعل لعالمنا والعلاقاتنا وتجاربنا نكتها الخاصة ومتعتها المميزة ولذلك إيمانا بأن لكل فرد الحق في تحقيق طموحاته وتطلعاته من خلال تلك العلاقات الإرشادية والروابط المؤثرة تسعى ندا وشركاتها اليوم لجعل هذه المحادثات بين الأجيال ممكنة وفعالة من خلال ولتوفير الفرصة للجميع لرد الجميل للمجتمع الإرماراتي بمعرفتهم وحكمتهم ووقتهم وشبكاتهم وللجيل الأصغر سنا لاكتساب المعرفة العملية حتى يتمكنوا من الازدهار وتكملة المسيرة في ظل التطور السريع ساهم رواد الوطن بشكل مباشر وغير مباشر في بناء خمسين سنوات سابقة من النجاح بين التقاليد والحداثة ويتوجب علينا اليوم نقل خبرات الخمسين السنة السابقة للميد سنة القادمة وما بعد ولعل وما بعد فعلا ولعل جائحة كورونا وأوقاتها العصيبة التي مررنا بها جميعا أتت لتؤكد أن أكثر من أي وقت مضى نحن بحاجة عميقة لمجتمع دائري وبرنامج الإرشاد المؤثرة في منطقتنا وخاصة المبنية على التعاون بين الأفراد الذين يعملون معا لاستخدام مواردهم في تبادل مؤثر عندها فقط يخلق شعور الانتمع وتتوسع من خلاله رحلة التعلم عبر جميع الجهات الفاعلة في مجتمعنا لأنه عندما يتأثر شخص واحد فأن التأثير يتضاعف من شخص لآخر في دورة مستمرة من التطور تمهد طريق المحادثة الصحية بين الأجيال لسنوات قادمة شكراً إمباكتف شكراً ميرال شكراً مايا لإيمانكم العميق والتزامكم الراسخ في خلق مساحة مبنية على الدائرية بشكل فعال ولتعزيز الروابط المؤثرة التي تعمل على تحقيق الإمكانات الحقيقية لكل فرد في مجتمعنا والشكر موصول إلى المنصة الأساسية التي خلقت لجعل إمباكتف حاضراً ملموساً اليوم شكرنا موصول لمعن هيئة المساهمات المجتمعية تأسست هيئة المساهمات المجتمعية معن في فبراير 2019 من قبل دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي وتعمل هيئة معن على تعزيز الابتكار الاجتماعي وترسيخ ثقافة المشاركة والمساهمة المجتمعية لمعالجة التحديات وفقاً للأولويات الاجتماعية المحددة في الإمارة تعمل معن على تعزيز الشراكات والتعاون بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني والأفراد بهدف إيجاد حلول مبتكرة مستدامة للتحديات المجتمعية اليوم وفي المستقبل أطلقت الهيئة عدداً من البرامج الرائدة في إطار محاورها الاستراتيجية الخمسة والتي تشمل صندوق الاستثمار الاجتماعي وعقود الأثر الاجتماعي والحاضنة والمسرع الاجتماعي والمشاركة المجتمعية وإدارة التواصل والشراكات لوضع حلول مبتكرة تساهم في إحداث تحول مجتمعي ينعكس بشكل إيجابي على حياة سكان إمارة أبوظبي توفر هيئة معاً الموارد والدعم اللازم للمساهمة في بناء وتنمية المؤسسات المجتمعية وإنشاء قنوات للمساهمات المالية وتخصصها للمؤسسات والأفراد المجتمعين وتعزيز المشاركة المجتمعية وثقافة التطوع وأخيراً وليس آخراً أدنك شكراً أدنك تلعب مجموعة أدنك دوراً أساسياً في تطوير ونمو دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إنشائها كشركة عالمية رائدة في مجال النفط والغاز من عام 1971 أدى إنشاؤها إلى تكوين اقتصاد دائري متنوع الاستثمار وفي إنشاء أصول متداولة ورقمنة مخصصة في شركات مختلفة وأيضاً ركزت أدنك حالياً على استخدام مصادر الطاقة المتجددة ومصادر متعددة لتنويع الأصول المختلفة في الاقتصاد المحلي ساهمت أدنك في إنشاء اقتصاد دائري متنوع وذلك من مبدأ إيمانها بضرورة استمرار تطور البلاد ويعد عمل أدنك في الاستثمار في استثمار المستقبل دوراً مهماً في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وفي الاقتصاد العالمي ومع استمرار استثمارها في إنشاء الاقتصاد الدائري كنوع ومحفز للاقتصادات المختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة قامت أدنك كذلك في الاستثمار في تطوير المعرفة والتصنيع يعد عمل الصناعات ويساعد محوراً أساسياً في عمل الصناعات ويساعد في دفع عجلة التنمية في البلاد تلتزم أدنك بالحد من تأثيرها البيئي وتنوية اقتصادها وإنشاء أصول جديدة كل يوم تتمثل أحدى طرق القيام بذلك في العمل على إنشاء اقتصاد معرفي عميق المستوى وأيضاً على تطوير منصات تداول جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم في مختلف القطاعات كما قامت أدنك بالاستثمار الآلي في كثير من اتجاهات السوق الجديدة وتحسين عروض منتجاتها في مصادر الطاقة المتجددة كوسيلة لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري تساعد هذه المبادرات على جعل أدنك رائدة في الاقتصاد الدائري العالمي وكذلك تحقق من أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة في خلق أكثر من 65 ألف وظيفة في الاقتصاد المحلي وكذلك خلق أكثر من 60 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد المحلي كعائدات في الاقتصاد المحلي يسعدني أن أنتهز الفرصة اليوم لتقديم الشكر والامتنان لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنك على هذا التعاون المتميز لتنظيم ندوة اليوم وأخص بالشكر دكتور سيف سلطان الناصري رئيس دائرة الموارد البشرية لأدنك ومجموعة شركاتها والسيد أحمد المهيري نائب رئيس أول للخدمات المشتركة للموارد البشرية وكما أرحب بجميع رواد أدنك وموظفين شركة أبوظبي بترول أبوظبي الوطنية اليوم ونرحب كذلك بالقيادات والشباب المتواجدين معنا في هذه الجلسة ندوة اليوم هي جلسة حوارية وهي من ضمن مبادرات تعزيز دور رواد أدنك وإيجاد الفرص في نقل الخبرات والاستفادة منها بشكل فعال ومستدام لتسليط الأضواء على دور أدنك المحلي والعالمي في صنع الاقتصاد تنافسي أترككم الآن مع فيديو قصير يروي مبادرات إدارة رواد أدنك PEOPLE are at the core of Adnok's business They're the powerful force behind our achievements and are important in driving our continued success in the years to come With the commitment we have towards our people and underpinned with Adnok's people pillar strategy the alumni program aims to connect with Adnok Group's pioneers through multiple initiatives The Adnok Pre-Retirement Programme Leading initiative in the UAE and the region To prepare our employees for post-retirement life The corporate farewell gathering A ceremony in honor of the Adnok group retirees To express appreciation and recognition for their contributions The Khebra Programme An initiative where subject matter experts from Adnok alumni Are re-employed as consultants in Adnok group To bring knowledge and experience The programme gives different aspects of looking at life Especially after retirement From planning to execution The Dialogue of Generation Khewa Al-Ajian Knowledge transfer sessions from long-experienced alumni To the younger generation of youth employees The Tawassal Home Visits Heartwarming reunions with the alumni As a gesture of care and connection The Adnok alumni focus group discussion Structure deep dive sessions with the pioneers To discuss the alumni programme strategy and potential improvements We're aiming to establish an Adnok group alumni network To maintain strong relationships Stay tuned The Adnok alumni website and mobile app Will make a difference In the Adnok alumni engagement journey Do you have any thoughts on Earth We're aiming to Get collaboration and collaboration وترسيخ العلاقات ما بين الجيل الرائد وجيل الشباب اليوم نستضيف نموذجين متميزين من الخبرات الوطنية من رواد أدنك لمشاركة مسيرتهم ونجاحاتهم ومساهمتهم في تطوير وتقدم اقتصاد دورة الإمارات العربية المتحدة والوطن من مرحلة التأسيس والتطوير والتمكين تتناول هذه الجلسة النقاشية قصة رواد أدنك وأحد أهم الدعاء المصناعية في دولة الإمارات المتحدة لخلق اقتصاد عالمي من الإمارات العربية المتحدة محافظا على تراثها وهويتها الوطنية وثقافتها في عصر العالمة بالإضافة إلى النظر إلى الماضي وتقديم رؤى حول الإنجازات التي تم تحقيقها تتطلع المحادثة أيضا إلى الأمام وتتتاعل كيف يمكن لجيل الشباب أن يحمل هذه الشعلة إلى الأمام رحبوا معي بالرواد السيد راشد سعود الشامسي والدكتور محمد جكا المنصوري استثمرت أدنك بكثافة في التعلم والتطوير لموظفيها وشركائها وشكلت عدد كبيرا من القادة الأقوية ونماذج يحتذا بها في المجتمع الإماراتي لقد أظهروا الطريق للشركات الأخرى في الإمارات العربية المتحدة لا بل للعالم أجمع ولكن أيضا على مستوى العالم حول كيفية قيادة رأس مالهم البشري وتزويدهم بقوة معرفية مبتكرة لم تكن المهمة سهلة على الإطلاق ولقد فعل هؤلاء القادة ذلك في الأوقات التي كانت فيها الالتزام والمثابرة عاملين أساسيين لمواجهة التحديات في التنفيذ التقني لبناء البنية التحتية والآن في عصر العولمة والتصنيع والتقدم التكنولوجي حيث يسهل الوصول إلى كل شيء تغير مفهوم إدارة المشاريع في الواقع عما كانت عليه في الفترة السابقة ولكن أدنك ما زالت تتميز بالريادة الدائمة في تعزيز التكنولوجيا مع المحافظة على تراثها وهويتها الثقافية والوطنية يشرفني اليوم أن أدير هذه الجلسة مع اثنين من القادة الرائعين الذين شكلوا أدنك حيث أننا ندرك العلامة التجارية اليوم من الفكرة وإدارة المشاريع والنجاح إلى توسيع المجموعة ونحن جميعا نطمح للإستماع إلى الإنجازات التي ساهم فيها هؤلاء القادة ولكن أيضا لنرى كيف سيحمل جيل الشباب هذه الشعلة إلى الأمام اسمحوا لي الآن أن أرحب بضيوفنا الموقرين والملهمين السيد راسد سعود الشامسي رائد أدنك رئيس إدارة الشؤون التجارية السابق الشخصية التجارية المتميزة قاد عصر العقود منذ عام 1987 رائد بالمعنى الخالص للكلمة بدأ حياته المهنية في أدنك عام 1987 في المشتريات والمشاريع وبرامج القيمة المحلية المضافة عبر مجموعة أدنك مما أدى إلى تغيير مشهد العمليات التقليدية في قطاعات الغاز والنفط والبتروكيماويات كما عزز برنامج القيمة المحلية المضافة استراتيجية التنويع في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال 34 عاما من حياته المهنية قاد السيد الشامسي وألهم الموظفين في مختلف الشركات والمجموعات وهو معروف بقيادته الواضحة والنزاهة والمسائلة والقاء الضوء على كل موهبة محتملة لديه إنجازات ملموسة في خلق الفرص للقادة بشكل عام وللشباب بشكل خاص حيث قام بمساعدتهم جنب بجنب لتعزيز مهارتهم وتطوير قدراتهم القيادية وخلال مسيرته المهنية شغل السيد الشامسي منصب رئيس مجلس إدارة شركة بروج المحدودة رئيس مجلس إدارة شركة صناعات الأسمدة بالرويس فرتيل رئيس مجلس إدارة الاتحاد الخليجي للبتر كيماويات والكيماويات جيبيكا رئيس مجلس المناقصات الرئيسية في أدنك نائب رئيس مجلس إدارة شركة أدنك للداء البلاستيكية المحدودة UEEIIC من بروج نائب رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج عضو مجلس إدارة أدنك البرية عضو مجلس إدارة أدنك لمعالجة الغاز عضو مجلس إدارة أدنك بورياليس IG عضو لجنة الاستشارية لمجلس إدارة أدنك للتكرير عضو المجلس التنسيقي للصناعة بالدولة عضو لجنة التعاون الاقتصادي لإمارة أبوظبي عضو فريق القيادة التنفيذية في أدنك عضو لجنة الاستثمار في أدنك عضو لجنة أدنك للإبتعاث وعضو اللجنة التنفيذية لتقييم الوظائف التنفيذية في أدنك السيد الشامسي له مساهمات في إعادة هيكلة وتأسيس دوائر شركة أدنك ومجموعة شركاتها وإدارة مجموعة أدنك بالإضافة إلى ذلك قيادة السيد الشامسي وأدار مشاريع استثمارية ضخمة في شركات مجموعة أدنك لديه إنجازات مميزة خلال تجربته في مجموعة أدنك وشركات أدنك حيث تحت قيادته أصبحت بروج أكبر موقع منفرد للبتروكيماويات في العالم مع مكاتب تمثيلية للمبيعات والتسويق في تسع دول شارك السيد الشامسي في دراسة حالة أجرتها جامعة هارفورد حول برنامج التحول الخاص بأدنك والذي تم تنفيذه في عامين فقط وأصبحت دراسة الحالة هذه موضوعا محددا لدرجة الماجستير في جامعة هارفورد يتميز أسلوب قيادته الفريد من نوعه بالانفتاح والنزاهة وتمكين الآخرين إنه يقدر الروح الأسرية داخل أدنك وروح الفريق من خلال المشاركة العالية والانتماء للمؤسسة وإن مشاركة السيد الشامسي اليوم في برنامج رواد أدنك تؤكد ريادة شخصيته وقياديته وأثره وكرزمته كقائد حقيقي دكتور محمد عبدالله جكا المنصوري رائد أدنك نائب الرئيس للمشاريع والهندسة السابق الشخصية المعمارية المتميزة الدكتور محمد جكا المنصوري شخصية معمارية متميزة ومهتم بالحفاظ على الهوية الوطنية في عصر العولمة وتطور التكنولوجيا لمدن الذكية بدأ رحلته المهنية كمدير إدارة ثم انتقل عام 1987 ثم انتقل عام 2000 إلى المشاريع في وزارة الأشغال العامة والإسكان من عام 2000 ل2019 عمل كنائب رئيس للمشاريع والهندسة في أدنك وكان مسؤولا عن إحداث تغيير إيجابي في الدولة وفي دولة الإمارات العربية المتحدة هو أحد القيم الأساسية والمهمات الأساسية للدكتور المنصوري هو الاستشعار العميق وإيمانه التام بالمسؤولية الوطنية في تحقيق الأهداف تمكن مع فريقه من تغيير العلامة التجارية لأدنك وتحويل نموذج محطات أدنك من محطات وقود تقليدية إلى محطة نموذجية وحات أدنك حيث يظفر للإماراتيين والمقيمين الشعور بروح المجتمع حيث أصبحت اليوم واحد أدنك الواجهة بين أدنك والجمهور كمهندس معماري يعتقد الدكتور المنصوري أن المباني تصور العلاقة بين المساحات والانتماء ما بين الشعور والبشر ووفقا للدكتور المنصوري يجب أن تكون المباني مرتبطة مما يجعل الأماكن لا تنسى وفريدة من نوعها مثل الثقافة وهوية دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى رحلته الوظيفية الدكتور المنصوري هو مؤسس شركة بينونة للاستشارات والتي تصنف على أنها استشاري خاص في مجال التصميم منذ عام 1994 حيث تعمل شركة بينونة في مجالات التصميم الهندسية والإشراف على مختلف المباني في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وصفت شخصية الدكتور المنصوري القيادية بأنه نموذج يحتذا به لرفقائه وزملائه حيث كان حريصا وما زال حريصا دائما على تعزيز العمل الجماعي والقيادة بالقدوة والمشاركة والإشراف على كل مشروع يقع على سواده لضمان إشراك الجميع وتحفيزهم ورغبتهم في المساهمة ومن خلال عمله الدكتور المنصوري شغل منصب عضو مجلس إدارة هيئة الإمارات المواصفات والمقاييس عضو اللجنة الأكاديمية لمؤتمر الدولي الخامس والعشرين في دبي وعضو اللجنة الأكاديمية لمؤتمر الدولي حول تحديات الإسكان في أبوظبي الدكتور المنصوري له عدد كبير من المطبوعات حيث يؤكد على أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية ونقلها من خلال الهندسة المعمارية ويمتلك مجموعة خاصة من الوثائق الثمينة والصور لتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة التي توثق تطور الهوية الإماراتية مع أكثر من 200 ألف متابع على موقعه في الإنستغرام Emirates Books تتمثل مهمته في إتاحة الفرصة للمجتمع لاكتشاف الصور الحصرية التي تظهر التطور التاريخي والمعماري لدولتنا دولة الإمارات العربية المتحدة أستاذ راشد الشامسي ودكتور محمد المنصوري تفضلوا معي أتوقع هذا الجانب الذي يتحمس لأكثر شيء الجمهور هو الجانب الذي يتحمس لأكثر الجمهور هو وجودكم هنا معنا كخبرات إماراتية فلازم نسأل سؤال وهو سؤال جدا مهم ويمكن مش موجود في البايو شو الشي اللي حابين تشاركوه مع الجمهور بس مش موجود في سياركم الذاتية ويمكن نحطي لكم تشالنجز زيادة يمكن الدائرة المقربة بينكم في أدنك ما تعرف عنها أول شيء أشكرتش الدكتورة هدى على اليوم التقديم وعلى المشاركة وأشكر أدنك ممثلة بدكتور سلطان ورواد أدنك لأخت مريم ومباكتف لأخت ما والتيمز ومعان وأنتم كجامعة نيويورك تحية للرواد أدنك بعد ورواد أدنك بعد مشكورين على الحضور والتجاوب اليوم على الدعوة الدعوة هاي الله أعطيك العافية عبد الكريم ردنا على سؤالة دكتورة هدى ما هو الشي اللي ممكن أن ما ذكر في البايو اليوم يمكن معروف لبعض بعض الناس ومغير معروف لبعض الناس أرجع لي شوي للتاريخ الورى كان عندي في بداية حياتي شغف غير طبيعي لانضمام القوات المسلحة وبالأخص الطيران لذلك في الفترة الماضية عندنا موضوع الطيران يبدأ من الصف التاسع والعقب الاعدادي من شغفي في القوات أن أنتظم أو ألتحق بالقوات المسلحة كان شغف جدا أن أكون من فوج القوات الجوية لكن للأسف ما تمكنت من التحق بالقوات المسلحة ولا القوات الجوية للمرحوم والد الله يرحمها أصرت أني ما ألتحق في هذا المجال لذلك بناء طلبها الله يرحمها أنا غضيت النظر لوقت محدد وبتكلم بعدين ليش الوقت كيف فرصة سنحة أني ألتحق بالقوات المسلحة المنحنة الثانية اللي ما ذكر في المقدمة دكتور اليوم هو شغفي الغير طبيعي في الهندسة بالذات الهندسة المعمارية شغف غير طبيعي للهندسة وسبحان الله درست في بداية الهندسة وغيرت عقب التخصص إلى تخصص آخر وانتهى وخلصت الجامعة لكن لا زال هذا الهدفين أو الطموح سواء القوات المسلحة أو الطيران موجود لا زال في العقل الباطني وفي نفس الوقت موضوع الهندسة لتحقيق الهدف أن يلتحق القوات المسلحة كان الحمد لله للفرصة أن يلتحق في دفعة المتطوعين في 1990 أثناء فترة الحرب الخريجي الأول والحمد لله كانت مدفعة ثانية وكنت ماخذ الأول في الضبط والربط العسكري على مستوى القوات المسلحة في الفترة هذه والثاني سبحان الله ترى الهدف الواحد يتم بغض النظر أن موظف مع أنك كنت موظف في الفترة التي تحقنا في هذه التسعين كان لثلاث سنوات في أدنك الحمد لله أن حققت النتيجة أن يكون ناخذ الأول في الضبط والربط العسكري على مستوى الدفعة وثاني في الرماية العسكرية هذا الشطر الأول الحمد لله تحقق من خلال الفرصة التي يتيحت من حسب تعليمات رئيس الدولة الله رحمه الشيخ زايد لفتح الفرصة للمتطوعين الطموح الثاني والهدف الثاني الهندسة سبحان الله لا إراديا أول ما تعينت تعينت في دائرة اسمها دائرة تصنيع الهديكربون وسادتتنا كلهم موجودين اليوم كانت هذه الدائرة تعني بجميع العمليات المصافي البترول وجزء من مصانع الغاز تحت إدارة دائرة التصنيع الهديكربون في كل فترة سنة 87 ومن سبحان الله انخرطت في مجال المشاريع والعقود والمشتريات ولا إراديا دخلت في الهندسة مرة ثانية بطريقة بصفة مختلفة لذاك هذه سبحان الله الإنسان يمكن عنده شغف معين يحاول يحققه بطريقة مباشرة وغير مباشرة لكن تسحن الظروف أو تسهل الأمور أن يتيسر أن يتحقق هذا الأهداف هذه المنحنيين الذين لا يذكر لا في بايا وغلب الناس لا يعرفهم ماذا أشغل في القوات المسلحة سابقا والطيران بالأخص وفي نفس الوقت الموضوع الهندسة لكن الهندسة لا زال في DNA في راشد ما شاء الله ما شاء الله أستاذ يعني راشد ما زال هنا لك مكان للطيران لا تأخر الوقت أنك تأخذ لا تأخر الريسن رواد أدنك مثل ما قلت لا تزال نساعدك لازم نحن نساعده ونجي للشباب الذي يأخذ أستاذ راشد ويتعلم معه سنطيران ترى أستاذ راشد موجود حاضرين دكتورة دكتور محمد شو أحب تشارك ويانا ما موجود في البايو شكرا دكتورة هودا وشكرا أدنك وشكرا وكذلك مبادرة معا شكرا على هذه الصلافة وشكرا لتاحة المجال لحوار الأجيال طبعا أنا سعيد اليوم بحضور رواد أدنك واليوم من رواد أدنك أساتذة لي في مجال العمل يعني أكون عاجز عن الكلام في حضورهم طبعا لأنهم هم اللي كانوا قدوتي في مجال العمل وأتمنى في يوم الأيام أن يكونوا هم في هذه المنصة اللي تمكن المجتمع وتمكن الجيل الجديد كذلك من الاستفادة منهم حقيقة اليوم من ضمن النقاط اللي اليوم ذكرتها الأخ عبد العزيز الهاجلي ذكرني بموقف في التسعينات أن أنا وهو قدمنا أن نكون معيدين في جامعة الإمارات للاستكمال الدراسات العليا وما كان لنا نصيب ولكن أقول أن نحن التحاقنا بأدنك فعلا كانت تجربة غنية وتجربة مميزة بكل ما تعنيه التجربة من بكل ما تعنيه الكلمة من يعني تجربة غنية وثرية كذلك الشيء الثاني خلال مسيرتي في أدنك حقيقة كنت دائما أجمع إصدارات أدنك شركات أدنك أي إصدار في كل شركات أدكو أدما جقاسكو كنت دائما أجمع هذه الإصدارات لأني كنت على ثقة أن في يوم الأيام هذه الإصدارات لابد أن المحافظة عليها لأنها أرث توثق لمرحلة معينة من تاريخ أدنك هذه الشركة العملاقة وأرث لابد أن يحافظ عليه ليصل إلى الأجيال القادمة فيمكن هذه من الأشياء التي كنت أسويها في أدنك في صمت ولكن يمكن اليوم أول مرة أني أتكلم عنها دكتور محمد شكرا 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 لأنك أنت تبعت الحس المؤرخ الهيستوريان وحس الانثروبوليجيست عند دراسة الإنسان وجمعت هذه الأدلة والصور والذكريات اللي احنا كلنا لازم نتابعها أشجعكم كلكم أنتم تروحون الانستغرام صح ونشوف شوية من الارتفاكتس والذكريات اللي جمع لنا دكتور محمد دكتور محمد كم منها حطيت على الانستغرام وكم منها ما زال معاك في البيت العدد العدد اللي موجود في الانستغرام طبعاً عدد قليل يعني قبل سبوع أنا كنت في بريطانيا وزرت أرشيف بيبي بريتش بيتروليوم طبعاً بريتش بيتروليوم لها تواجد قديم في الإمارات وفي أبوظبي بالذات طبعاً ووثقت بالصورة يعني البدايات آه نعم 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 صحيح 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 نعم نعم بيبي طال عمرك نعم بيبي طبعاً وجودها في أدكو وجودها في أدماء وثقت مسيرتها في أبوظبي في أرشيف الآن موجود في جامعة ورك في بريطانيا فطبعاً حصلت على بعض الوثائق اللي أنت أتمنى إن شاء الله أنني يعني أشاركها مع متابعين حساب إمرتسبوك إن شاء الله إن شاء الله وتنقلها هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة في أحد الأماكن في أحد الجامعات أساس إحنا نشوفها بعد ونحفظها للأجيال القادمة وندرسها السؤال التالي هل تعتقد أن أدنك تمكنت من إنشاء نظام للاقتصاد الدائري ناجح في دولة الإمارات العربية المتحدة كيف ممكن أن نحن نكرر هذا النموذج في الصناعات الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة دكتور محمد حابت جاوبنا طبعاً اليوم ذكرتوا أن أدنك تأسست سنة 1971 لكن أنا طبعاً التاريخ يقول أن أدنك هي أعمق من 1971 هي فعلاً كشركة أسست 71 لكن أنا أرجع إلى 1939 لما المغفور للشيخ شخبوت بن سلطان وقع أول اتفاقية للامتياز مع شركة إمارات الساحة المتصالح توقف الموضوع سنوات في الخمسينات بدأت الشركة في بوادر اكتشاف النفط في ذلك الوقت في 1950 الكثير من أبناء منطقة الظفرة والكثير من أبناء إمارة أبوظبي التحقوا بالعمل طبعاً الإدارات اللي كانت في ذلك الوقت وتوجيه المسؤولين أنه لابد من الاستفادة من الطاقات المحلية في رواية يذكرها عبيد بن كنيش الهاملي عبيد بن كنيش يقول أننا التحقت بهذه الشركة في حق الباب ويتكلم عن كيف تعلم قيادة السيارات في شركة أدكو في ذلك الوقت كانت تسمى شركة الساحل المتصالح فيما بعد سموها شركة أبوظبي وبعد ذلك أصبحت شركة أدكو الشاهد أنه هو يتكلم عن بداية تعلمة لقيادة السيارات اللي مكنته فيما بعد أنه هو يحصل على كيف يتعلم على أن يسوق السيارة ويبدأ في تشكيل أول أسطول للنقل في أبوظبي وكان ينقل الناس من الغربية إلى أبوظبي طبعا هذا بالإضافة إلى مركز التدريب المهني اللي كان فيه طريف ولعلنا نذكر أن من خريجين ذلك المعهد السيد الرحمة المسعود رحمه الله اللي كان أول رئيس غرفة تجارة في أبوظبي أدنك بعمقها التاريخي كانت تدعم المعرفة وتدعم التطوير وتدعم التعليم ومثل ما تفضلت أن فعلا البدايات في أدنك قبل 71 وبعد 71 في الستينات بالضبط صحيح صحيح طالما هذا كله طال عمر أنا ليش قدمت هذه المقدمة التاريخية أقول أن أدنك تاريخيا من الخمسينات وهي تدعم موضوع التعليم والتدريب والتطوير اللي ساهم في البداية أن يطور أدنك وكذلك ساهم كذلك في أن يخلي المجتمع المحلي يتقدم ويتطور ويتعلم طبعا فيما بعد جاءت معهد أدنك البترولي وجاء المعهد البترولي اللي ينضم بعد ذلك إلى جمعة خليفة والآن طبعا موجودة أكاديمية أدنك الفنية التعليم هو جزء رئيسي في أدنك كان وما زال وسيستمج كذلك شكرا محمد شكرا صراحة أنا ما عشت هذه الحقبة التاريخية وأحس أن تاريخ أدنك ما بنلاقيه في الكتب هو محفور فيكم أنتو محفور في خبراتكم محفور في هالقصص اللي أنتو تعرفونها ونتمنى نتمنى نتمنى أن نحن نكلم رواد أدنك لازم أنتو تكتبون كتب عن هذه المراحل وإحنا ندرسها نبدأ ندرسها أستاذ راشد تعقيبا على كلام الدكتور محمد في جزئية معينة بالنسبة لدور أدنك في الاقتصاد الدائري في شكل عام دائما أدنك كحلقة يترتب عليها حلقات أخرى بمعنى الحلقة المجتمعية الحلقة الاقتصادية الحلقة بجميع الصناعية التجارية الخدمية لتحقيق أهداف أدنك لا بد أن نتطرق لهذه الحلقات بمعنى مثلا الرويس بنية الرويس بداية المشروع أواخر السبعينات بداية اشتغلت المصفاء مصنع الغاز مصنع فرتل على الأهل الأساس كيف أخلق اقتصاد دائري من خلال أول شيء المجتمعي هي بناء مدينة الرويس اللي فتحت الشخزاء الله رحمه في بداية الثمانينات وطورت إلى وضعها الحالي اللي الضم تقريبا أكثر عن 27 ألف نسمة مدينة الرويس سكنية نفس الشيء نفس الطريقة في الجزر هذا بما يخص المجتمعي على نفس المبدأ بما يخص الشركات أو المجتمع الخدمي أو الصناعي لأن قيام شركات البترول لا تحتاج إلى شركات خدمية شركات صناعية مؤسسات تخدم بصفة مباشرة غير مباشرة لأهداف أدنك الرئيسية لذلك كان لها دور فاعل في مسيرة الاقتصاد المحلي الدائري لتكوين هذه المنظومة المتكاملة ممتاز ممتاز جهزة داس و جركو و كل الجزر و البلاتفورم و كل الأشياء هذه و في نفس الوقت مثل ما تفضل الدكتور إضافة على المعهد البترولي كان في مدارس أدنك مراكز ابتكار و أبحاث في شركة أدنك لتكرير و بوروج هذه أجزاء مهمة جداً جزء من الحلقة الأوسع للإدراك و التوسيع أو الاقتصاد الدائري بشكل عام بما يخص أدنك و مجموعة شركاته لذلك المراكز لبحاث القائمة حالياً مراكز ذات مردود إيجابي سواء للشركة أو للمجتمع أو للمستقبل أو اللجاء القادمة في مجال البحث و التطوير العلميين ماشاء الله ماشاء الله أستاذ راشد الآن السؤال اللي يطرح نفسه لماذا؟ ليش؟ ليش أدنك اتجهت إلى أنه تكون بعيدة عن سياسة الجمود اللي موجودة في شركات أخرى حول العالم شركات نفط وغاز أخرى موجودة حول العالم و لماذا كان مهم بالنسبة أدنك لها أن تكون أكثر من مجرد شركة نفط وغاز موضوع هذا يطرق إلى استراتيجية أدنك استراتيجية الخمسة خمسة يرتضاعها أدنك دائماً من خلال الاستراتيجية هناك فيها الديمومة الاستدامة المرونة الثاني شيء كل ما يتعلق بهذه الاستراتيجيات تخدم لقطاع الغاز والنفط والبتريكامويات في نفس الوقت المرونة مهمة جداً لأنك أنت في عام المتغير عالمي خارج عن سيطرتك إذا أنت ما عندك المرونة في هذه الخطة الاستراتيجية كيف تقدر تنفذ هذه المبادرات أو الاستراتيجيات أو المشاريع أو التطوير بشكل عام في خلال المسارة تأدنك لخمسين سنة هاي لذلك تبني مبنية على استراتيجية فيها المرونة بحيث يكون فيها استشراف المستقبل وتطوير بما يتجاوب وتماشى مع الحركة العالمية بشكل عام ما هو وجهة نظرك الدكتور محمد في عوامل النجاح في الصناعات الإماراتية بشكل عام أو شو السبب النجاح والتمييز عندما يتعلق الأمر ببناء رأس مال معرفي في التصنيع طبعا ما في شك أن مثل ما تفضل بسعود موضوع الاستدامة والتنوع والمرونة هذه جزء من عمل أدنك في 2006 كان فيه اتجاه في أدنك التوزيع لإدخال الغاز الطبيعي في محطات الوقود نحن في أدنك للتوزيع كان الأساس عندنا الوقود التقليدي الوقود الأحفوري وهذا كان الكور بيزنس للشركة وجود منتج جديد في المحطة هذا معنات أنه يوجد نوع من المنافسة فكان فيه عندنا زيارة لبعض الدول الأوروبية للاستشراف عن كيف نحن نقدر ندخل هذا المنتج في محطات أدنك فكان السؤال من الشركات اللي في الغرب شو اللي يدفعكم لهذا التغيير أنتوا شركة اشتغلتوا في الوقود الأحفوري هل عندكم أحزاب سياسية في ألمانيا كان في أحزاب الخضر دعاة البيئة أنتوا في الإمارات ما عندكم أحزاب سياسية شو السبب اللي يخليكم تغيرون مثل ما تفضل البسعود دائما الشركة عندها هذا الاستراتيجية اللي ترتكز على قضية التنوع لا بد أن يكون فيه تنوع في المصادر الحس البيئي كان كذلك موجود في قضية التنوع اللي موجود هذا الغاز الطبيعي أكثر تجاوماً مع البيئة من الوقود الأحفوري وفعلاً بدأت أدنك في هذا الموضوع وبدأت تغيير سيارات الأجرة في أبوظبي بدعم من شركة أدنك التوزيع واستمرت القضية إلى أن الحين تقريباً الكثير من محطات موجود فيها في 2016 2017 دخلت قضية السيارات الكهربائية كذلك بادرت شركة أدنك التوزيع في ذلك الوقت بإدخال الأماكن اللي ممكن فيها تزود فيها السيارات البعض اعتبرها نوع من المنافسة للوقود الأحفوري ولكن التنوع كذلك كان لابد منه في في الديين اي لأدنك فدائماً شركة أدنك لها هذا الاتجاه في التنوع والحس البيئي اللي لابد أن يكون مستمر بشكل عام شكراً دكتور محمد استاذ راشد بشكل عام الصناعة لازم تنبني على أسس معينة أسس معينة اللي هي على أساس الاحتياج شو احتياجك شو دراستك المستقبل سواء مستقبل قريب أو مستقبل البعيد البناء على هالأساس أنت تحدد شنوع الصناعة اللي أنت تقدر أنك تطورها أو تستمر فيها أو ممكن يكون لها مردود عائد إيجابي مالي تجاري لأنه ما فيه واحد بيستثمر في مشروع إلا بيكون لها عائد مجدي من ناحية التجارية لذلك لازم يكون هناك أسس تنبني عليها الصناعة لتكون صناعة فاعلة صناعة إيجابية صناعة ناجحة تخدم شريحة معينة من المجتمع في جميع القطاعات أستاذ راشد في لك اسم سري حركي جوا أدنك يساونك الأب الروحي للقيمة المحلية المضافة فما يفعل نحن نكمل الجلسة بدون ما نسألك شو العوامل والدوافع الاستراتيجية لأتي أدت أن نبني استراتيجية القيمة المحلية المضافة وكيف ناخذ أسس النجاح اللي كونتها في الاستراتيجية ونقيس عليها في الصناعات الأخرى في الإمارات هذا الموضوع يبالها شوية وقت أكثر من يبالها محاضرة ثانية محاضرة لكن بكون ملخص الموضوع أول شيء لي شرف أن أحمل اسم هذا في نفس الوقت لي شرف أن أكون من ضمن فريق برنامج القيمة المحلية المضافة وهذا تاج عراسي أن أكون جزء منهم بالعكس وأغلبهم موجودة اليوم لذلك هذا وبرنامج القيمة المحلية المضافة ليس مربوط براشد هذا مربوط باقتصاد الدولة الهدف منه أنه كيف أحاول استرجع جزء من استثمارات أدنك الرأسمالية والتشغيلية إلى الاقتصاد الوطني وعادة تدوير هذه المصاريف أو الاستثمارات إلى داخل الاقتصاد الوطني لمصلحة الاقتصاد الوطني وفي نفس الوقت لمصلحة الدولة بشكل عام الحمد لله نحن أعلننا المشروع في 2000 بعطيتش بش شوية على عجالة باكراوند وخلفية عن المشروع بدت فكرة المشروع بناء توجيهات العلية من إدارة أدنك أن نبدأ في مشروع برنامج القيمة محلية المضافة طبعا لا يخفع الجميع على مستوى العالم هناك مشاريع برنامج قيمة محلية مضافة كثر لكن بالنسبة لنحن لا بد أن نكون هناك في دراسة لهذه البرامج الحمد لله سواء مسح على مستوى العالم بشكل عام حصرنا جميع البرامج القيمة المحلية المضافة شفنا شو الإيجابيات والسلبيات وشو البرامج اللي كان لها النجاح والبرامج لها الفشل بناء على هذه المعطيات كان عدد مهول يمكن حوالي ستمائة صفحة دراسة ستمائة صفحة تعطينا تصور معين شو الإيجابيات والسلبيات وما هي عوامل النجاح والفشل في هذه الدول في نفس الوقت الإمارات لها طبيعة مختلفة الإمارات تستقطب العمالة تستقطب الصناعة دولة ناشية في مجال الصناعي لذلك لازم تحط هذه في المعايير لا تأثيراً ما أحط نفسي في دولة متقدمة أو في نفس الوقت أحط هدف صعب الوصول له بعشرات السنين لذلك حاولنا أن ندرس اقتصاديات اقتصاد الدولة الصناعية والخدمية في نفس الوقت ما هي المعايير اللي هي تأثر أو تساعدنا إلى أن نحن أدنك تقدم برنامج قيمة محلية مضافة له عائد إيجابي على مستوى الدولة الحمد لله نحن درسنا عدينا الدراسة وحددنا المعايير والأساليب اللي على أساسها تقيم القيمة المحلية المضافة واطلقنا هذا البرنامج الحمد لله في نوفمبر 2017 على أساس أن يتطبق في بداية 2018 والحمد لله الآن السنة الرابعة هذه من البداية المشروع المشروع حقق 116 مليار درهم إلى داخل الدولة إعادة تدوير المبلغ هذا الداخل الدولة بدون هذا المرنامج أكثر عن 116 مليار درهم بتكون طلعت من خارج حدود دولة الإمارات المتحدة لذلك الحمد لله الحمد لله أن هذا حاولنا بمجهود الشباب الإخوان الفريق العمل بدون ذكر أسماء أخف ما أنسى حد منهم كلهم موجودين أغلهم اليوم الحمد لله أنه كان هذا برنامج رائد وطني ليس لراشد هذه الدولة الإمارات العربية المتحدة يقدم الدولة يقدم الصناعة يقدم الشركات الوطنية يقدم الشركات الخدمية يقدم جميع شرائح الشرائح التجارية بشكل عام لذلك أني أنا اليوم أحقق إعادة تدوير أو إعادة ضخ المبلغ 116 مليار درهمة في الدولة ليس سهل وفي نفس الوقت توظيف 3500 مواطن في القطاع الخاص لذلك هذا الرقمين مهمات جدا والحمد لله من خلال انطلاق البرنامج الآن يتطبق على مستوى 45 وزارة وهيئة ودائرة حكومية في نفس الوقت 17 شركة وطنية والآن البرنامج تحت إدارة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة هم الآن ماخذين المشروع على مستوى الدولة الآن البرنامج القيمة المحلية مضافة جزء من أجندة الخمسين دولة إمارات المتحدة هذا على عجالة دكتورة عطيتش بس برنامج لا إحنا لازم نشوف الستيمية صفحة الدكتور محمد أين الأركايف مالك نباهي الستيمية صفحة لا لا حقيقة حقيقة بس مش مدحن فينا ومدحن في التيم اللي اشتغل على الدراسة هذه حقيقة أنه برنامج برنامج وطني بمعنى كلمة برنامج وطني لإيجابياته والبرنامج بنفس تركيبة البرنامج برنامج مرن مش فيه نظام الجمود نحن عدلنا في معادلة القيمة المحلية مضافة الآن التبديل الثالث أول ما بدنا بدنا جدد في السوق لكن كان عندنا أن نسمع من السوق شو الصحة وشو الغلط وين راحين وين التجهين عدلنا مرة ثانية في المعادلة عدلنا مرة ثالثة من المعادلة الآن نظرني أبو عبد الرحمن في المرحلة الثالثة من التعديل لذلك هذا مهم جدا أنه كنت عمد الله لذلك كما تفضلت أبو عبد الله لا بالعكس أنا جزء من فريق عمل كان شغال على هذا المشروع رواد أدنق بعدهم إنجاز آخر لهم فأنا فكرة فكرة رواد رواد أدنق فكرة تجهيز قاعدين دواركم موادر نشكر على الموادرات لا بالعكس الحمد لله برنامج وطني ناجح بمعنى الكلمة والله يفقهم على المرحلة القادمة ولانه جزء من من مشروع الخمسين للدولة يعني أستاذ راشد أنت الجامعات ممكن نتعلم الواحد كيف يدرس اقتصاد العالم بس الخبرة المتكاملة اللي أنتو توفروها كلكم إن كيف إحنا هنا في بلادنا نقدر نبدأ اقتصاد عالمي من الإمارات العربية المتحدة فشكرا شكرا شكرا لأدنك وشكرا لمساهماتكم يعني المعطاة في المجهار دكتورة عندنا كل المقاومات كل المقاومات سواء مقاومات عملية أكاديمية بكل بس اللهم تضافر الجهود واطلاق الفكرة الحمد لله عندنا عقول ما عندنا نحن مبش أقل عن غيرنا العقول الحمد لله موجودة في الطاقة الشبابية موجودة في طاقة في عقل في تفكير بتضافر الجهود الحمد لله لمصلحة الدولة لمصلحة الاقتصاد الوطني أنا بسميكم أنتو جيش الصناعة جيش الاقتصاد يعني كم 65 ألف 65 ألف شخص في جيش صناعي وجيش اقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة دكتور محمد احنا شفنا طبعا الفيديو تبع الرواد واستلهمنا الكثير من الفيديو تبع الرواد شو تعليقك عن برامج نفس برامج برنامج رواد أدنك كيف مهم هذا البرنامج لتمكن التواصل ما بين الأجيال طبعا أنا أشكر دائرة الرواد على هذه المبادرة مبادرة مميزة صراحة أنهم قدروا يجمعون رواد أدنك مع الجيل الحالي من الموظفين الموجودين في أدنك مثل ما تفتت دكتور اليوم في خبرات خبرات متنوعة في شركات يعني أكثر من 15 شركة كانت في أدنك مجموعة شركة أدنك وشركاتها فاليوم هذا التنوع اللي موجود مشروع الرواد جمعه بحيث أنه قدر أن يوجد قنوات من خلالها يكون فيه اتصال بين جيل الرواد والجيل الحالي اللي موجود هذا الشيء الأول الشيء الثاني أن مبادرة رواد على الأقل وضعت إطار معين للتوثيق المستقبلي اليوم مشروع خبرة حدد القطاعات اللي ممكن الاستفادة منها من رواد أدنك في أن يعيد مرة ثانية تشغيله في أحد شركات أدنك لأن هذا الشخص بخبرته بتركيزه على قطاع معين ممكن يفيد هذا القطاع طبعاً نحن اليوم نعرف في علم الإدارة موضوع الكوشنج اللي هو موجود هذا هو تأصيل لهذا الموضوع بحيث أن يكون فيه اتصال بين جميع طبقات المجتمع في المجتمع أدنك بحيث أن يتم التركيز على نقل الخبرات لأن نقل الخبرات مثل ما تفضلتي شيء مهم جداً في هذا الموضوع أكيد تخيل تضيع الحلقة ما بين القيبة المحلية المضافة في السنوات الماضية أستاذ راشد قال تم إعادته إعادة هيكلة البرنامج ثلاث مرات صح؟ أكيد في كل مرة أنتوا تكتشفوا عوائق معينة وتكتشفوا أمور عادينا عفاً دكتورة ومش أن نحن نكتشف نحن ندخل القطاع الخاص معنا في التجربة لأن أنت تشوف من منظور أدنك منظور شركات البترول من منظورنا نحن كمثلاً مشتثمريين نحن أصحاب المشاريع أصحاب العقود لكن الجهة المنفذة لها منظور مختلف عننا نحن إذا ما كان فيه انسجام بين القطاع الخاص وبيننا نحن ما وصلنا لهذا المرحلة من التميز في هذا البرنامج لذلك لازم يكون همزة وصل أو وصلة اتصال من طرفين بين صاحب البرنامج أو بين الجهة المنفذة للبرنامج والجهة التي تستفيد من البرنامج لأننا نحن فيه أمور ممكن ما نتطرق لها وما نوصل لها لكن بإدخال القطاع الخاص معانا في المراجعة هذا اللي عطانا منظور مختلف جدرياً الحمد لله وهذا اللي وصلنا إلى نتاج وصلناه اليوم وإن شاء الله بعكس السقف مفتوح لا يوجد أي حد للصقف وإياكم السقف مفتوح أسوأ لحظات حياتك وأحسن لحظات حياتك اللي عشتها في أدنك وشو أهمية هذه اللحظات في تكوين العقلية عقلية أدنك اللي تكلمت أستاذ راشد عن الديمومة والمرونة الهومن رزيلينس يعني أنك أنت ما تستسلم ومشاريع ممكن تكون في فترة من الفترات تشوف عوائق يعني ما تخليك تشوف المستقبل اللي يعي بس كيف ممكن أنت يعني تكون في فترة تكون فيها في أسوأ لحظات حياتك شو كانت هذه الفترة وكيف تغلبت عليها لأحسن لحظات حياتك دكتورة ما في شيء أسوأ فيه الإنسان يغلط لا لا ممكن هي مش طريقة أسوأ ممكن الإنسان يغلط لكن إذا عرف وين طريق وين الغلط ممكن يصلحه ويكون هذا بنسبة له درس لذلك الغلط تترجم بطريقة أخرى إلى نجاح غير مباشر لأنك إذا ما غلط ما بتتعلم وهذا الناس اللي مثلا بعض الحين الأشخاص إذا غلط صار إحباط بالعكس الغلط حافز إلى أنك إنت ممكن تنتج ممكن تأدي ممكن تعطي ممكن تسوي شيء مختلف جدريا لذلك أنا ما أتكلم أن نقول فشل لا بالعكس هذا مثلا منعطف للتصليح إلى أفضل والنجاح دائما نجاح الفريق العمل إذا عندك فريق عمل جاد ملتزم بهذا العمل صدقيني بيطلع مش خمسة نجوم خمسة عشر نجمة لذلك فريق العمل مهم جدا جدا هو أساس النجاح أن تخلق فريق عمل مثل ما قلت أنت بنسبة لنظام عائلة تشرف على مشروع أو عمل أو فكرة أو شي يكون مسمى هذه الفريق العمل مهم جدا هو أساس النجاح أهم شي عندك للتغلب على أصعب المواقف سمعته جيل الشباب روح الفريق روح الفريق صح؟ دكتور محمد أنا يمكن دكتور أتكلم عن لحظات التحدي يعني أستذكر الآن شهر يونيو من عام 2012 جوحار فترة الظهيرة وكان في قرار أن أدنك للتوزيع تستحوذ على شركة أخرى وتقريبا يعني شركة تعمل في نفس مجال أدنك للتوزيع فتم تكوين فرق في قطاعات التشغيل قطاعات القطاع القانوني قطاع المالي قطاع التسويق قطاع البيئة قطاع الهندسة وكنت طبعا أنا أمثل قطاع الهندسة ولكن في ذلك اليوم الحار طلب مني أني أنا أكون رئيس الفريق طبعا أنا مهندس وخبرتي كلها في قطية إدارة المشاريع الآن عندي شركة مصغرة لأدنك وكنت حقيقة متخوف من قطاعين قطاع المالي وقطاع القانوني يعني نحن اليوم نستحوذ على شركة وكان لابد أن هذا الموضوع يتم في خلال شهرين يعني في شهر مع نهاية شهر أوغست لازم نكون نحن أنهينا كل الموضوع كانت قضية تحدي فأعتقد أن هذه كانت من أصعب اللحظات أني أنا وما كان فيه خيار أني أنا أقول أني أنا أعتذر لأنه كان فيه توجيه ولابد أن يعني موجود الأخ محمد أني أنا تأخر خلاص فكان لابد أنه يعني أنجح بإدارة الفريق ومثل ما تفضل بوسعود الفريق كان لابد أنه يكون فريق متكامل ولابد من اختيار جيد للفريق بحيث أننا ننهي المهمة لكن أصعب اللحظات كان أني أنا لازم أتمكن من قراءة القضايا القانونية وأدرسها وراجعها مع الفريق القانوني وكذلك القضايا المالية فهذه كانت من القضايا التحدي المهمة أما قضايا النجاح في أدنك التوزيع طبعا معك افتتاح كل مشروع جديد في أدنك للتوزيع كانت بشارات النجاح أشوف على وجوه المسؤولين لأن كل افتتاح مشروع هو توسع لمبيعات أدنك وتوسع مبيعات أدنك معناتها أن نطاق عمل أدنك يكبر أكثر وأكثر فكل ما نفتتح مشروع جديد كل ما نحن نحس أن نحن أنجزنا شيء جديد في أدنك للتوزيع هل ممكن نقول أن تركيزك على الإنجاز ممكن يكون هو الدافع للتغلب على الفترات الصعبة بالنسبة لك؟ طبعا أكيد هذا شيء مهم لكن في البروسيس الذي تبصل للإنجاز كان فريق العمل واختيار فريق العمل هو له دور كبير صراحة وأدنك أهم ما يميز أدنك أن دائما فيه روح الفريق يعني روح الفريق خلقوا لنا ممكن نستخدم روح الفريق العائلي اللي فعلا لما نحن في أدنك نوصل إلى من كثرة التواصل صباحا ومساءا مع الفريق نوصل إلى أن الفريق هذا يصبح جزء من العائلة فعلا لأن الفريق العمل هو أساس لأي نجاح في أدنك نتكلم الآن عن رحلة الرواد ليش مهم بالنسبة لك أستاذ راشد بالنسبة لك دكتور محمد أن الجيل الجديد من الشباب في كافة المجالات سواء كانوا اقتصاديين أو محاسبين أو مهندسين أو علماء في كافة المجالات أنهم يعرفون عن رحلة أدنك السابقة ليش مهم أن يعرفون الدروس اللي تعلمناها من رحلة أدنك السابقة بالنسبة لكم رحلة أدنك رحلة غنية طبعا رحلة مش رحلة يوم رحلة خمسين سنة من يوم تأسيس أدنك في نهاية واحد السابعين لليوم وقبل الخمسين سنة لذلك بالنسبة لأنا موسوعة من العلم موسوعة من الدراسات موسوعة من إنجازات موسوعة من المبادرات وفيها دروس مستفادة بجميع الأنشطة سواء للمهندسين للمحاسبين للدكاترة لذلك في خلال الفترة الخمسين سنة هذه أنا بالنسبة لأشوفها مرجع لكل العلوم ليش؟ لأن أدنك تعتبر في الفترة هي العمود الفقري لإقتصاد إمارة بوظفي وهذا لا يحد يختلف عليه العمود الفقري دائما مهم جدا للإمارة أو للصناعة بشكل عام أو لنجاح جميع المبادرات والمشاريع والأنشطة بشكل عام لذلك هي موسوعة متكاملة تشمل جميع القطاعات ليس يخص بالاقتصادين أو المحاسبين أو الدكاترة أو بالعكس وفيها دروس مستفادة بشكل خيالي ممكن يستفيد الأجيال الشابة والأجيال اللي بعدهم وحتى الأجيال الحالية لذلك الدروس موجودة ومتوافرة اللهم عملت أنك أنت كيف تنقل هذه المبادرات أو هذه المعرفة إلى الجيل الآخر مدرسة بمعنى مدرسة الخمسين سنة مدرسة الخمسين دكتور محمد دكتور أنت تكلمت عن الجامعات وشو الجامعات تتعلم طبعا نحن في الحياة المهنية الجامعات تعلم نوريج سكلز الكثير من النوريج والقليل من السكلز هذا تقريبا بعدين نأتي مرحلة الإكسبرينس الإكسبرينس هذه طبعا هي اللي تسقل الحياة المهنية وهي اللي تعمل هذا التنوع في أن الشخص يقدر يكون موجود في أكثر من مكان رحلة أدنك رحلة فعلا ثرية وأنا كنت أقول للأخ أبو عبد الله أننا نحن يمكن ما رحنا للجانب الأكاديمي لكن وجودنا في أدنك علمنا ممارسات حياتية يعني كان يوميا نحن في أدنك تكون عندنا قضايا حياتية عملية قيادية بيئية مالية قانونية يعني في توسع في غير متناهي من العلم اللي موجود وأنت ذكرتي قضية أن هذه الخبرات الحين موجودة في العقول موجودة في العقول كل شخص اليوم أنا أقول لش الموجودين اللي هي اليوم لو تجمعين الخبرات اللي موجودة اليوم لو قلنك خبرت كل شخص ثلاثين سنة وموجودين حوالي مية اليوم عندنا نحن ثلاثمية أربعمائة ألف ساعة أعف وانسر سنة من الخبرات هذه اليوم موجودة في هالغرفة فما بالش برواد أدنك الثانيين اللي هما اليوم منتشرين كانوا في مجال العمل لكن عندهم يعني منظومة من الخبرات المتراكمة اللي فعلا الواحد يعني يتعلم منهم أنا أقول للشي نحن كان عندنا لجنة لجنة المناقصات في أدنك للتوزيع لجنة داخلية الأخ محمد كان عضو ورئيس نجلس مع بعض نناقش المواضيع نخلص أوكي فجأة جاءنا قرار أن لازم تروحون أدنك الرئيسية رئيس اللجنة هذا الجالس أمامكم طبعا لا أنا أقول لش بس بعد أعطيكم مثال كيف الإنسان يتعلم يعني أنا اليوم رحت وطبعا شخص أول مرة عرفه مجموعة ما شاء الله كلهم من يعني كبار الموظفين في أدنك ومطلوب مني أنا أبرر لهم ليش عملت تغيير في قيمة المشروع المشروع كان بسعر وصل إلى سعر ولا بد أن أبين لهم ورئيس اللجنة كان الشخص اللي يقول أن فيهم الأيام كان يريد أن يكون مهندس حقيقة بعد ما طلعت أنا كنت أستغرب أقول هذا الشخص يعني يسألني في أسئلة هندسية يعني في التخصص يعني فبديت أسأل عنه أقول ما طلعت أسأل عني يمكن ما يدي أول مرة يسمع الكلام هذا بديت أسأل عنه أقول هل هذا مهندس يعني يسأل ليش لأن أنا الأسبوع القادم مطلوب مني أرجع مرة ثانية وبعد كذلك أقدم أجهز دفاعاتي جزء مهم لأنه كان الأكثر سؤال هو الأكثر يسأل الشاهد من الكلام هذا التنوع المعرفي في خبرات الناس اللي كانت في أدنك تنوع يعني عجيب تنوع مالي غير طبيعي الأخ محمد كان مديري مباشر هو مش مهندس لكن لما أروح عنده وتيجي وقت المسائلة وسائل في قضايا دقيقة أنا كمهندس يعني أقف بعض الأحيان يعني وقفة أراجع نفسي عشان تذي أرجع لقضية الرواد اليوم الرواد أدنك يعني قضوا سنوات طويلة في معترك مثل ما قال بوسعود فعلا عمود فقري لإقتصاد دولة الإمارات وهذا العمود الفقري اعتمد على على هذه الكوادر الوطنية اللي اليوم نحن نسميها رواد ولكن أأمل أنا أأمل أن هذه الرواد توثق مسيرتهم توثق مسيرتهم لأنهم فعلا كنوز معرفية غير طبيعية فعلا وإحنا نطمح أن نقوم بدورنا كجامعات ومؤسسات أن نساعدكم في توثيق هذه الرحلة بكل وبشتى الطرق وأتمنى أن يكون في نوع من بس ما تكلمت أن الجهود دائما معدنك ليست جهود فردية هي جهود يعني مشتركة مع القطاعات شتى القطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة يمكن نحن نكون أنانيين شوية أنتوا الحين تبقوا ترتاحوا ما بنخليكم ترتاحوا نستغلكم في كل القطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة وأتمنى أن نشوف هذا الشيء ضغط عليكم مريم والدكتور في البرنامج بس إن شاء الله يعني البرنامج يكبر لأكثر من الشكل اللي هو موجود عليه حاليا إن شاء الله هذا أهم شيء فقط في أدنك بس في أدنك الحين إحنا تكلمنا توني عن الاقتصاد المعرفي وأتوقع من خلال كلامكم وصلنا لين النتيجة النهائية إنه أهم شيء اللي قالت جاكما في الصين جاكما مؤسس علي بابا ما نعرف وين موجود الحين بس جاكما قال أنه مش أهم شيء الاقتصاد المعرفي ولكن هناك حكمة تنوجد في اقتصاد الخبرات وهذا الاقتصاد اللي أنتوا تكونوا اقتصاد ما بعد المعرفة اقتصاد الخبرة فشو هي الرؤى اللي حابين تشاركونها في الناس اللي قاعدين الحين يبنون اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات التنويع الاقتصادي في الصناعة اليوم احنا نتكلم عن قرار الشيخ محمد بن راشد اليوم في تنويع صناعات التكنولوجيا في دولة الإمارات العربية المتحدة تكوين صناعات تكنولوجية في الدولة تنويع الاقتصاد بشكل عام ولكن من خلال خبرتكم مسيرتكم في أدنك شو أهم الرؤى اللي أنت تشوفون أنه لازم تكون موجودة كقواعد نجاح كوصفات للنجاح في تنويع الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة شوفي هنا دكتور الصناعة لازم تبنى على قاعدة صناعية حقيقية ليس مجرد صناعة لمجرد أني أنا بابني مصنع أو بابني صناعة معينة الصناعة لازم تبنى على قاعدة صناعية واضحة بمعنى أن تبنى على أسس أسس فيها العرض وطلب الاحتياج النوع والمواصفات والحمد لله بيئة الإمارات بيئة جاذبة للصناعة بمعنى المواصفات المطلوبة في الدولة عالة جدا ثاني شيء الصناعة الذكية ما تعتمد على الطاقة البشرية ثاني شيء المعطيات حمزة الوصل بين الدولة والدول الأخرى هذا مهم جدا لذلك لازم تبنى على قاعدة صناعية واضحة بناء على هالقاعدة الصناعية تعطيك الانطلاقة أو تنطلق بمشروعك أو بصناعتك أو شنوع الصناعة بجميع أنواع الصناعة التي تحتاجها للدولة أو لهدف الدولة أو لإنتاج التصدير الخارجي الحمد لله الآن القاعدة الصناعية قاعدة جاذبة ليش؟ بجميع الاتفاقيات الآن توقعها دولة الإمارات المتحدة التوقعات التوأمة التوقعات التي يسمونها السيبة وهذا جدا مهمة لأن جزء من قاعدة أو جزء من مشروع الخمسين لازم السنة 2022 لإمارات توقع مع ثمان دول والآن الحمد لله توقعت مع الهند مع اندونيسيا مع اسرائيل مع تركيا وفيه اتفاقيات جارية هذا مهم جدا لأن هذا يعطي دافع رئيسي للصناعة لأن إذا ما كان فيه هناك عمليات أن تلقى مخرج لهذه الصناعة تلقى بوابة خروج بدون أي قيود العالمي هذه التفاقيات لأن هناك جزء من الاتفاقيات هذه معها أنا كنت موجود في الهند في إطلاق الاتفاقية الأولى على مستوى الدولة الاتفاقية هذه بمحصلتها لازم تحقق 100 مليار دولار إذا المصنعين أو الاقتصاديين أو أصحاب القاعدة الصناعية هذه يستفيد بس من منظومة وحدة اللي هو الاتفاقية الاقتصادية المشتركة بيننا وبين الهند بما يحقق 100 مليار دولار ما بالك نفس الشيء موضوع الاتفاق مع اندونيسيا مع الدول الأخرى مثل ما ذكرتك لذلك أنا وقت ما أبني الصناعة أبني الصناعة على هذا الأساس الصناعة تعطيني الدافع تعطيني العائد ما في صناعة بلاش وثاني شيء صناعة ما تكون لهد على أساس دعم لأن أي صناعة مبنية على أساس دعم أنا بالنسبة لي من نظرتي أنا كراشد صناعة فاشلة ليش بتستمر طول حياتك تطريد دعم يمكن دعم في البداية لكن اللي هم يسمونه السابسديز لأن هذا أنا بالنسبة لي تستمر في طاقتك هذا لأنك أنت في جزء مقتطع ما تحس فيه لكن فيه خلال المستقبل اللي يكون قدامك في موضوع الصناعة مهم جدا أنك لا تبني صناعة على أساس دعم مالي أو مساندة مالية ابن صناعة على أساس صناعة تنافسية تنافسية للسوق المحلي تنافسية للسوق الخارجي تنافسية ممكن أني أنا ألقى سوق محلي ألقى مواصفة محلية وفي نفس الوقت لا تأخذ منحنى الكوليتي أو المواصفات بالعكس أنا لازم أركز على المواصفات التي هي تمثل دولة الإمارات ومثل ما يقولون نحن صنعة في دولة الإمارات المتحدة هذا مهم جدا جدا أنه كيف أرتقي بهذا الصناعة ماذا جوابت؟ جواب رائع أتمنى أن نحن نحفره في ذاكرتنا لأن هذا الجواب يجب أن يكون نفس المنفستو نحن نسميه نفس السجل للإرشاد مشكلة دكتورة للناس فاهم الصناعة مفهوم غلط أي حاجة صناعة صناعة لا إذا صناعة ما لها مقاومات اقتصادية للدولة مش صناعة ما أنا ما أبني على صناعات ليس لها مردود إيجابي للاقتصاد المحلي والناتج المحلي الإجمالي يعني مردود على المدى الطويل وليس على المدى القصير وكذلك صناعة قوية قادرة على القيام بحد ذاتها في مجالات مختلفة دكتور محمد شو رايك؟ ذكر بوسعود قضية التنافسية ونحن في أدنك التوزيع كان في مشروع اللي هو دخول السوق أسواق أخرى غير الإمارات وفعلا لما بدأنا ندرس في موضوع التنافسية شفنا الكوست اللي عندنا نحن شوية عالية فكان لابد لشاس النافس خارج الدولة لما أدنك تدخل أسواق جديدة لابد من قضية التنافس وأن نحن نخفض التكلفة التشغيلية اللي عندنا ففعلا كان هذا من أهم التحديات اللي واجهتنا أن نحن كيف نقدر نخترق أسواق ثانية بأسعار تنافسية تكون مماثلة للأسعار اللي موجودة في الدول الثانية هذه ومناسبة للاقتصاد المحلي نعم إذا عطيناكم تحدي أخير ترجعون أدنك نعطيكم الميزانية اللي محدودة الدعم اللي محدود صح دكتور؟ الدعم اللي محدود تنفذون مشروع معين شو بيكون؟ شو بيكون هالمشروع؟ شو رايك دكتور محمد؟ شو في العمارة ولا شو في تطوير؟ نحن حقيقة كان عندنا مشروع نفذنا جزء منه لكن أجزاء كثيرة ما تنفذت كان في عندنا مشروع اللي هو بناء محطة تعتمد يعني اكتفاء ذاتي من الطاقة تعتمد على الطاقة الشمسية وفي نفس الوقت تكون محطة ذكية بحيث أنه لما سائق السيارة يدخل محطة يتعرف على وجه السائق ورقم وعلى طول تلقائياً من يدخل يقدر على طول أنه يعبي السيارة وكذلك شو البريفرنس اللي عنده من الواحد أدنك؟ طبقنا هذا الجزء في موضوع اللي هو الخدمة الذاتية ولكن الاعتبارات مختلفة طبعاً المشروع مقف فهذا كان من المشاريع اللي كنت أتمنى أن نحن ننفذها فيه لازم نتأكد أنك تنفذها هذا مشروع AI قبل AI لا 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 لازم نتأكد أنك تنفذها لا هزم هزم أستاذ راشد يمكن المشروع الوحيد يمكن أدنى قطعة شوط فيه لكن لا زال يحتاج إلى تطوير أكثر هي الأتممة أو الرقمية العمليات بشكل عام هذا البيبرورك أو بمعنى أنك أنت ما تشوف ولا ورقة على طاولة شخص أنك تكمل العمليات مش مكتبياً حتى العمليات التشغيلية في المصانع وهذا هذا مهم جداً لأن الورق قاتل قاتل بمعنى الوقت وفي نفس الوقت وطبعاً كوفيد عطانا درس واضح بمعنى كيف نتعامل مع هذه العمليات والحمد لله استجدنا هذه المرحلة ترجمة نانسية ترجمة نانسية ترجمة نانسية اشتركوا في القناة المنتدى الاقتصادي العالمي تقول انه اتمتت فقط 30 بالمئة من القطاعات في بعض المؤسسات يعني عندها اثر باكثر من تقريبا 10x للعائد المادي للشركة فنحن يعني لازم نفكر كيف ممكن نسوي شيء واذا انتوا اشتركوا في القناة 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 تقبل للصناعة التقنية دكتور محمد الفريق يقول لي الوقت خلص بس أنا لازم أسأل آخر سؤال من هنا ولازم أعطي الجمهور على الأقل سؤالين فآخر سؤال يقول شو النصيحة الذهبية اللي حابين أنتوا توجهونها لجيل الشباب وجيل الرواد المؤسسين يعني جيل أستاذ عبد الكريم وجيل الشباب بالنسبة لجيل الشباب هو المثابرة والصبر لأن ما شاء الله لجيل الشباب ما عندهم صبر يبقى ينطلق بسرعة بسرعة أنا أتكلم عن قطاع صناعة البترول ما أتكلم عن قطاعات أخرى إذا ما كان في صبر ومثابرة وترقى تسلم درجة درجة لأن إذا أنت ما عندك صبر بتم تنقص درجتين ثلاث لكن في لحظة من اللحظات بطيح والطيح تكون قوية لذلك كان نصيحة يا شباب أخذ الأمور خطوة خطوة صح صح بحيث أنك تحط رجلك على ثبات على درجة ثابتة لتعرف أنت وين اتجاه هذا مهم جدا للشباب والصبر السرعة سرعة على الإلكترونيكس والسوشيل ميديا لكن في مجال العملي الواحد لأن إياما ناس صار عندهم يتن في حياتهم سريع ياخذ قرار سريع يمشي عقب سنة سنتين أنا ليش رحت رد هذه مضيعة وقت إذا ما كان عندك خطوة ثابتة على خطوة ثابتة وترك السلم درجة درجة لين توصل الهدف الانتباه وهدف ما يكون هدف عاطفي يكون هدف عقلاني هذا مهم جدا للشباب وفي نفس الوقت أنا حاولي وازن بين الحياة عمل أسرة نحن شوية نحن كنا وائلين للعمل وشوية ما الوقت للأسرة ربما ما حاولنا نعطي الوقت الكافي لكن هذا دروس مستفادة في الحياة يعطيكم العافية وما قصرته صراحة نصيحتك للجيل الرواد والمؤسسين الرواد أهم شيء الرواد مشاركت خبرتهم للأجيال القادمة يعطيكم العافية دكتور محمد أنا دكتورة قبل عشرين سنة بعد ما حصلت على درجة الدكتوراه رشحت إلى حضور ورشة فلما شفت يعني شفت الورشة شوي يعني أنا دكتور وأحضر ورشة فيعني استهنت في الموضوع شوي ولكن الورشة كانت في الأردن فقلت هاي فرصة أني أزور الأردن في أول اجتماع في أول جلسة الستاحية لفت انتباهي واحد يعني رجل كبير في العمر وكان ينتفض يعني يده كانت فيها رعشة وكان موجود بعد انتهى أول جلسة رح تشوف منه هذا الشخص هذا الشخص أحد رواد التحضر والتخطيط في العالم العربي وأنا في رسالة الدكتوراه يعني أخذت من الكتب الكتب اللي هو كتبها فكنت أقول لا أقول للدكتور يعني أنت ليش جاي تحضر هالورشة هذي يعني ورشة قال يا ابني الإنسان مهما كبر لازم يتعلم لازم نتعلم سواء أنا نقول طبعا لأي شخص التعلم المستمر هو يعني أصول مثل ما يقولون الأصول المالية مثل ما يقولون لما فيه عند واحد عنده أرض عنده ذهب التعليم المستمر هو من أصول الشخص اللي تستمر معاه طول عمره مهما يكون قد نحن اليوم تركنا العمل قد أن الشخص في بداية عمله لكن التعليم المستمر والتدريب المستمر هو أساس في حياة الإنسان بشكل عام جاهز دكتور محمد فأتوقع هذه نصيحة شباب ونصيحة رواد واحدة باثنين شكرا للمشاهدين سمعتكم شباب أستاذ عبد الكريم يتبرع أن يخليكم من أنجح ناجحين في عالم الصناعة وإن شاء الله تكونون شركات وصناعات متقدمة وتنافس للعالمية تواصلوا معاه موجود معاكم لا تخلوا يطلع من القاعة بلا شفر بلا شفر بلا الحين حوارنا ما انتهى حوارنا في صوت الجمهور شو حابين تسؤلون الرواد اللي معنا اليوم تقدم اسمك كم عمرك من وين المايك اسمك وعمرك من وين اسمي سالم الحداد أحد طلاب جامعة خليفة عمري عشرين سنة هذا السؤال قد يكون مو بشكل مباشر عن الاقتصاد المعرفي والتصنيع إلا أن أظني يعني ضمن أسئلة أو ضمن فضول الشباب حاليا يوم نتكلم عن أدنك ونتكلم ونشوف ونسمع عن دكتور سلطان جابر معالي سلطان جابر ويتكلم عن التنوع الطاقات الـ Energy Transition ليأدنك بالأخص والاقتصاد الإمارات بشكل عام نحن نتكلم عن الإمارات ونتكلم عن 50 سنة اللي فاتت كنا نتكلم عن اقتصاد يملؤه مصادر النفط والوقود الحفوري لكن 50 سنة جاية نتكلم عن الاقتصاد يعتمد على التكنولوجيا للتصنيع على ريادة العمال ولذلك أبعرف التحول هذا شو دورة الآن في أدنك رغم أن أدنك اعتمادها الأساسي على الأوقود الحفوري لكن وين الاستدامة في أدنك بالضبط هذا باختصار سؤال رائع شكرا كنا أتوقع بك أن إذا أجاوب أساساً مثل ما قلنا في البداية السياسة أدنك دائماً فيها سياسة مرونة والاستدامة بجميع متغيرات الحياة في القطاع نحن ما نتطلع خارج القطاع لذلك دائماً أنت تكون في منطلق أنك أنت عندك عادة الدراسة وكي الخمسين سنة كان لها منظور مختلف في الماضية الآن التطور الصناعي في مجال القاز والنفط له منحنة مختلفة عن الماضي لازم أدنك تكون متواكبة مع هذه التغيرات ولا بنرجع نفس سؤال الدكتورة في البداية ما مدى منافسة أدنك لشركات بترول العالمية أنت لازم تنحني أو تمشي مع التوجه العالمي في القطاع هل التوجه العالمي يستمر على نفس ماك إن كنت عليه قبل خمسين سنة أو أني أنتقل إلى أفتح صفحة جديدة أو أمشي أواكب العالم في التغيير المناخي في طريقة تنفيذ المشاريع المستقبلية ونوع المشاريع ونوع الحاجة للمشاريع هل هي حاجة بطرقها المختلفة شكراً على سؤال هل أنا جوابتك أو بعد ناخد سؤال أخير وبعتذروا من الأسئلة الباقية ممكن تاخذوها مع الرواد ماذا نفتح المجال الدكتور إذا في مجال أكثر بناخذ سؤال من الجمهور ممكن تقدمين نفسك اسمك عمرك وين أنت وإذا ما لازم عمرك اسمك السلام عليكم اسمي ريم ناصر العتيبة مدير التواصل للشؤون التجارية والقيمة المحلية المضافة في أدنك وبوسعود كان مديري وكان مديري أنا ومنا بلعلا لهناك وفاطمة ودف ممكن الفريق يوقف الفريق القيم المحلية المضافة لو سمحته في الغرفة فريق القيم المحلية المضافة بوسعود راشد سعود طبعا بوسعود ما شاء الله عليه وإذا أستطيع أن أتحدث في الغرفة لذا لا تستطيع التواصل لن يكون في الوقت راشد سعود راشد سعود is basically the textbook example of a leader he's the person you teach how should a business leader be he's the person who actually took a lot of us we're a lot of young talent here myself منا we're all below 35 that's what I can say and he and he and he actually took us by hand and gave us leadership initiatives leadership roles and he trusted us so my question to you بوسعود and you can answer in English or Arabic as you like what made you give trust to people and how did you pick up people with good character because I know you trust people with good character how can you tell this employee has a good character he has ambition he has effort and he is someone I can trust thank you okay okay thank you if this person doesn't have the enthusiasm the enthusiasm is important very important it's important it's important it's important it's important to learn and he has a good character and he has a good character and he has a good character لكن إذا كان الإنسان ما عنده أي التزام بالعمل هذا بالنسبة ليشوفها عنصر أساسي وعنصر نجاح الالتزام والانضباط في موضوع العمل مثل ما قلت لك المعرفة تي كنا ما أحد طاحن بطن ما أنه يعرف اللي يتعلم يتعلم يستفيد يستفيد وممكن يبذل وجه نحن في الفترة يتذكر ابو عبد الله فترة 2016-2017 ندوم من الصبح إلى أنا بالنسبة لي الساعة 12 من الليل حد أجبرني لا بس كان عندنا أهداف لازم نحققها لأننا نحن في الأربع سنين يعرف ابو عبد الله كان شوية مجحفين في حق عوائلنا مثل خلصة إذا كنا نحن لأن أغلب وقتنا من الصبح إلى ساعة 19 من الليل في المكتب لو تحسب من يومك كله كم بقت حق العائلة بس كان في عندنا هدف ومثل ما تفضلت الدكتورة في بداية أنه موضوع الترانسفير لأن هدفنا أنه كيف نحقق أهدافنا وكيف تحقيق الهداف بفريق عمل جاد بنفس الوتيرة العمل هذه الجدية والالتزام والتمكين والمعرفة خاصة بالجيل الشباب الجيل الشباب لا يحط عوائق جدام المعرفة المعرفة بفريق العمل بيلقى المعرفة سليسة جدا 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 وهذا هو الاسلوب مثلا الالتزام العائلي بين الموظفين بعضهم بعض وكيف أنا أخلقهم البيئة الجاذبة للإنتاج ممكن تعطيه الحرية تعطيه المساحة اللي هو يقدر يشتغل فيها وتعطيه جميع مقومات العمل وبنال على هذا الأساس أنت ممكن تحاول توجه التوجيه إلى وصول الهدف المطلوب نأخذ سؤال من الجمهور عشان خاطر أستاذ راشد ما يزعل منه اليوم عشان هم نحجيين أساسا خصر بالذات الطلاب عليكم السلام اسمش لو سمحتي ومن أي مؤسسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موزم محمد الظاهري محل الأول سياسة الأعمال في شركة أدنوك لمعالجة الغاز اسمحوا لي أن أشكركم أمانة كان عندي سؤال يتعلق بتنوع الاقتصاد في دولة الإمارات والأخ مشكور طرح السؤال وجاوبته عليه تواجدنا في هذا المكان يعني حقيقة في البداية أريد أشكركم على تضافر الجهود سواء من هيئة المساهمات المجتمعية إمباكتر أدنوك الرواد جميع من يحضر طلاب الجامعات وأخص بالشكر لأستاذة مريم الحقيقة نحن محظوظين في تواجدنا لأن ما نلمسه اليوم من خبراتكم وجهدكم اللي بذلتوه على السنين هذي كلها يعني أمانة ما أعرف يخوني للتعبير ولكن حقيقة فعلا نلتمس أمور عادة ما نقدر أنحن نحصلها في الكتب يعني حصاد الخبرات والساعتين خلنا نقول البسيطات اللي نحضرها في مثل هذه الجلسات الحوارية تمكننا من أننا ننهل من العلوم وتجعلنا يعني نطمح للأفضل it's increase the commitment in us يعني I will connect that to whatever my colleague said فشكرا لكم حقيقة ما قصرت ويعطيكم العافية الله عافية أتوقع في أي سؤال آخر نختم الجلسة نختم الجلسة وإحنا نقول أنه للحديث تفضل وين الطلاب وين لعدهم أسئلة يرفعوا إيدهم يلا في حد عنده أسئلة اسمت والمايك معات تفضلي اسمت بس تقدمي نفسك أنت من وين ممكن تستخدم المايك بداية أبا شكركم أستاذ راشد دكتور محمد ودكتور هداء على إدارة الجلسة هذه المثرية أنا عندي سؤال بخصوص الـ R&D في الصناعة في الإمارات شو دوره ما همية دعمه وإذا كان عندنا تحديات في هذا المجال شكرا البحث والتطوير نحن نصنع الشيء بإيدنا من الصفر أنا أنا أراه شاسم شريختي فاطمة من أين فاطمة سوري سموحها من أنا أعطيش بعطيش دعوة مفتوحة بالنيابة عن شركة بروج الزهوريين مركز أبحاث لابتكار في مدينة خليفة بالنيابة عن شركة بروج لأن حقيقة مركز بروج لأبحاث لابتكار وشركة تكرير مركز تكرير لابحاث لابتكار نموذج أنا أقول بالنسبة لي أنا أمكشاتي مجروحة ببروج لأنه كنت يوم لأيام رئيس مصدار وأنا اللي بنت المركز اللي كلفنا مبلغ نموذج يحتذبه لدعم الصناعة يمكن أن أبو عبد الله إذا كان بيضيف على طرحي لأنه بنيت أساسا للصناعة سواء الصناعة التكريرية في مركز تكرير الأبحاث أو بروج مركز بروج المدية الخليفة بنيت على هالأساس بنيت لتطوير الصناعة وخلق أو طروع براءات اختراع هردي ماذا كم واصل أبو عبد الله إذا نذكر للرقم أبو عبد الله إذا نذكر للرقم كم أبو عبد الله إذا نذكر للرقم أبو عبد الله إذا نذكر للرقم تكرير استثمر في هذه الثروة وكيف أن نحن نخلي للأجيال القادمة يعني مفهوم الاستدامة أن نحن نخلي للأجيال القادمة يعني نستغل الثروة الحالية لاستخداماتنا بدون ما نأثر على حق الأجيال القادمة فعنا نحن ثروة ثروة البترول ثروة الغاز ثروات كثيرة يجب أن نستغلها هذا موضوع الانرجي ترانزيشن الانرجي ترانزيشن إذنت معالي الدكتور سلطان الجاذر نعم أنت سمعت الحديث ماله تكلم دائما الانرجي ترانزيشن ليس تغير من الطاقة الحفورية إلى الطاقات البديلة لا الانرجي ترانزيشن is a 50 to 100 years transition وللأسف المفهوم الخاطئ لدى الغرب اليوم ياسين يدفعون ثمنه اليوم نشوف أزمة الطاقة في الغرب بسبب المفهوم الخاطئ ومش بس الشركات والحكومات حتى الفاينانشي الانستيوشن البنوك مبنوك يخلوا علينا الاسجي وما اسجي وما يسلفكو هذا الطاقة هذه محتاجة استثمارات ضخمة مليارات ومحتاجة أبحاث أبحاث أننا كيف نستغل الطريقة أمثل طاقتنا هذه ثروتنا ثروة الوطن ثروة أجيالنا القادمة عندنا الغاز تايت غاز شيل غاز وعندنا الغاز الحامض الذي فيه الكبريت العالي وعندنا البترول عندنا التايت عندنا الحمد لله خيراتنا وهذا والطاقة الحفورة هذه راح تستمر ويجب أن نستخرجها بطريقة ما تدمر البيئة تساعد البيئة من حيث الكاربون كابتشر السيكوستريشن كل هذه محتاجة إلى أبحاث ونحن لازم نستمر ونحن دائما ننصح أدنك وأنا كنت جزء من المنظومة والإخواني كلهم كانوا جزء من المنظومة اللي كونت بداية الأبحاث الأخراج تتكلم عن بروج بروج عبارة عن نفس الشيء كيف نستغل الثروة هذه الغاز إلى بوليمرز والبوليمرز تدخل في جميع دائما أسأل اليوم متى استخدمت منتجات أدنك متى آخر مرة استخدمت منتجات أدنك الحين الليت المكيف كل منتجات السيارة كيفيته هنا ومنتجات بروج هي تدخل في لما تفتحين الماء الماء بعض الерхأن المحل territory is made from brooch products and it's engineered in the Innovation Center and the idea of the Innovation Center is how to find application for our okay, wealth which is in the ground and that's very important so we need to continue the research and development and I'm كنت تتعاق بذلك وأنتم أن أدنك ستتبقى أن تتعاق في التعاقب بسهولة كنت تتعاق وزير بترول سعودي يماني توفى كان يقول دائما ومعروف أن كانت تتعاق محلقة لأن الانتَ محلقة كانت تتعاق بسرحة وكانت تتعاق بسرحة الأولي yes أول وهل الأول أول لذلك لن تتعاق بسبب تتعاق بسبب ألم أن تتعاق بسرحة لتنظر علم أن نقم كل دفع أول الضوات من أول أن تتعاق أن تزيو جيل الشباب والإدوكيشن والرواد أن نحن دائما نمشي في هذا السياسة ودائما ما نسمع للكلام هذا اللي قلت لك أنرجي ترانزشن وبسرعة وخراس وواتر وهذا وهذا إنه بينات سيأخذ عاما لنفعل ونحن نستطيع أن نستطيع أن نستطيع أن نستطيع هذا لذلك أدنك سألت الأسئلة لماذا أدنك نستطيع أن نستطيع تستطيع ان تستطيع حقا هاي الشركات النادي تستطيع أن تستطيع أن نسقي اليوم يعانون وتشوفون المعانا عندهم في الغرب كيف اليوم عن موضوع الطاقة I hope that I answer Somebody wanted to ask a question or anything ناخد سؤال بس لازلات الداعة مفتوحة فاطمة بس بس فاطمة حقيقة زيارة المركزين أتكلم عن المراكز أدنك الأبحاث التي تحت مظلة شركة تكرير ومظلة شركة بروج أن الواحد يرفع للقبعة بمعنى أبحاث حقيقية ليس أبحاث سورية ولا ورقية ولا شيء أبحاث في باحثين في مجالات ومخذين براعة اختراع وتقول للدكتور حين 750 750 براعة اختراع هذا كان الستميشن 2020 أنه في 2020 كانوا يوصلوا لين 750 براعة لذلك إذا أنت حابة دوعة مفتوحة وكل الأخوان لهذا ممكن لقت مريم بالنيابة عننا أنا علي أن أستغلكم كل شيء أي حد حاب يزور للبدات بروج مدينة خليفة جريب بوظبي ما بيننا بعيد يشوف شو التصور شو اللي تكلم عن أبو عبد الله كيف الغاز يتحول إلى حبيبات يتحول إلى منتج يدخل في حياتنا اليومية كاملة في السيارات في كل شيء في كل شيء في حياتنا اليوم تدخل فيها منتجات مترولية غير مباشرة اللي هو من الغاز تحول إلى بولامارات سواء بولي ثلين بولي بربلين وهال بولي بولي ثلين بولي بربلين كيف تحول في السيارات في كل حياتنا اليومية الله يعطيك العافية لازم تزوري الحين اسمج السلام عليكم بسمي ميرال جلاف وأنا طالبة في جامعة نيويورك أبوظبي شكرا على وجوتكم ومشاركاتكم وخبراتكم ما عندي سؤال بس ها موجه للجمهور و I'm the co-chair of the Student Energy Summit that will occur next year in أبوظبي November 2023 and it's part of New York University أبوظبي it's the largest youth-led summit about energy and the energy transition and of course as you mentioned that energy transition will not happen overnight but we are hoping to be part of the energy transition and have an impact and we really would appreciate having partnerships with ADNOC Impactive and also Ma'an because we know that all of these organizations are working towards the energy transition and we would love to have a further conversation with you guys about possibilities of partnerships and other opportunities and also having workshops during the summit and yeah different collaborations thank you I would advise you to coordinate with Nada from Impactive you know her and with Maryam Al-Husani and she's gonna drive the coordination for you and to maybe to make it easier for you to just reach out to the pool of amazing rوا طبعا عندش الـ direct pool واذا هم مستعدين directly يتكلمون معاك بس أتوقع يعني it's good to coordinate sometimes فندا موجودة مريم موجودة we're super proud of you as well thank you it's not just me it's a lot of other students at NYU we're 15 now and inshallah we're hoping to expand and we're also very excited to be going to Adipak then at the end of the month you created it yes we're also in contact with the people from Adipak to visit and have a tour so we're very excited about that الله يوفقكم يا رب الله يوفقكم شكرا جميعا ان شاء الله في عنا سؤال وراء في السطر الأخير the last line احنا التيم يقول ان هذا آخر سؤال ناخذ okay let's take collective questions and then we answer them collectively if you don't mind how many questions we have one two three four goodness okay let's start سامعيكم انا مهرة حمد الشرياني طالبة من مدارس ادنك ومداخلتي هي اني امنيتي اني اكون من رواد ادنك بإذن الله في المستقبل وطبعا حابة اشكر هيئة معا شكرا 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 عندش اي سؤال لا شكرا شكرا من معانا الاخ اسمك من وين انت شو سؤالك السلام عليكم اسمي حمد لبدالع العامري طالب جامعة نيويورك ادرس هندس الكمبيوتر الاقتصاد اهلين 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 وسهلين طبعا حابة اشكركم على الحوار الطيب الاسار وانكم شاركتونا خبراتكم الدكتور راشد والدكتور محمد يعطيكم الفعافية ويعطيكم الفعافية كلكم اللي حضرتو سؤالي هو طبعا احنا احنا تكلمنا عن الطاقة وكيف استغلالية الطاقة في ادنك ولكن اللي اسألة طيب احنا عندنا طاقة وقاعدين نستغلها كيف هذا شيء بيساعدنا في التقدم تحديدا في التكنولوجي سكتور بالذات لان ما اقدر اقولنا دولة الامارات هي اكثر دولة متقدمة في العالم في التكنولوجيا ولكن منقدر نتقدم اكثر يعني احس فشو هي الخطة خصوصا لجيل الشباب اللي بتساعدنا احنا نتقدم في التكنولوجيا شكرا يعني يعني مثلا نتقدم تحديد 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 ادنوك ادنوك مثلا انا اخوي محندس بترول وكان يكلمني مثلا في ادنوك ويلز الطريقة في استخراج البتروليوم كنت تكلم مع اخوي لاحظت نها بدائية شوي اللي كيف يحفرون البير وذير اكيكو واددخلهم على البير ولو صار كا اه 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 بس احنا نتكلم عن شركة نفس ادنوك تريدنج ما كانت موجودة في البرتفوليو كل اللي فيها يعني باستخدام التكنولوجي هذي ما كانت موجودة سابقا نتكلم عن بناء تكنولوجي مختلفة يعني في الهاردوير وفي السوفتوير لتحسين القوة التشغيلية للمحطات المختلفة في ادنوك فالكومبوننط ما للتكنولوجي موجودة في ادنوك ولكن هو صح هذا شيء كنتنووس ايوه يقول لك الحق امتاز فإحنا بس لازم نصلح الكومون ناراتب it's not just an oil company وإحنا على اساس كده سوينا الحوار it's not just an oil company إذا بس احنا 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 One last question from the gentleman over here he was waiting for a while can you kindly introduce yourself First of all I'm an external guest my name is I'm from Manchester UK very important question you asked about the age so it's very important say ملف سنة شخص عاملية في ممتازع الدولة ومع عاملية سنة شخص عاملية لقد استمتعان بعض لديه عاملية رفضة حياتي لكي أين وريده فسا Protevالية تتعابي للكي أنحئد من عاملية ولكن كما إيقال أنحصى للتجربة في الممتازع تشربة عن ممتازع نعم والمدلية أتوقع إحنا وصلنا لمرحلة أن نقول أن أدنك تخرج مش بس اقتصاد متنوع مش بس قيمة محلية مضافة أدنك قاعدة تخرج قيادات قيادات ممكن ما نلاقيها في أي صناعة أخرى قيادات لازم إحنا نفتخر فيها قيادات لازم ندرسها في الجامعات والمدارس وفي الحياة وأنا أشجع الطلاب الموجودين معنا أنهم يتعلموا من القيادات الموجودة معنا في أدنك حبيت أشكر أعضاء اللجنة معنا في الحوار أستاذ الشامسي، الدكتور منصوري، الجمهور من كافة أنحاء العالم الموجودين معنا والطلاب امباكتف فور كرياتين باثويز أنتو خلقتولنا اليوم يعني صراحة رح تلت نستالجة بنسميها يعني للأسف شديد لازم نسكر الحوار معاً وأدنك برنامج رواد أدنك شكراً شكراً على المواهب المخضرمة والناضجة اللي جبتوها في الإمارات وأخيراً وليس آخراً معهد جامعة نيويورك أبوظبي والفريق المتكامل في الخلف آمنة، ناهد، أنتوان شكراً جزيلاً على قيادتكم الفريق الفني الموجودين معنا في الخلف شكراً شكراً ليلتكم طيبة وللحوار بقية لأننا للأثر بقية معاً شكراً شكراً شكراً